يبدو أن جيش الكيان الصهيوني لم يتفنن فقط في قتل الأبرياء العزل من المدنيين الفلسطينيين في غزة بل تفنن أيضا في استهلاك الطعام بكثرة فسمي بالجيش الشره بامتياز هذا الجيش لا يحمل هدفا معينا في عدوانه على غزة بقدر ما يضع نصب عينيه ملء البطون أرقام رهبة عن عدد الوجبات التي التهمها الجيش الإسرائيلي الشره أرقام قدمها مركز إحصاءات تابع لجيش الكيان وتناقلتها عنه وسائل إعلام عديدة هذه الأرقام تتحدث عن استهلاك الجنود الإسرائيليين لأكثر من ثلاثة ملايين وجبة خلال عدوان راح ضحيته ألفين شهيد فلسطيني سبعمائة وسبعون ألف زجاجة مياه معدنية خمسمائة وثمانون ألف وجبة جاهزة ستمائة ألف وجبة طازجة إلى جانب تسعمائة وخمسين ألف وجبة صفر وأكثر من مليون صندويتش تم استهلاكه لحد الآن أرقام تجعل جيش الإحتلال أكبر جيش شره في العالم عدد الوجبات التي التهمها جنود الإحتلال جعلتهم محل سخرية وردود تهكمية عبر العالم ففي وقت يتصدى المقاومون للعدوان ببطون خوية ويلحقون به شر الهزائم يقوم الجيش الإسرائيلي باستهلاك كميات راهبة من الطعام لشدة خوفه وفق تعليقات مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيليون لم يتزودوا فقط بالطعام بل تزودوا أيضا بعتاد النوم فقد خصص لهم 35 ألف سرير ووسادة فعدوانهم الهمجي على غزة تحول إلى مصرحية يستمتع العالم بمتابعتها